جنايات القاهرة اليوم بإحالة أوراق أربعة متهمين من تنظيم الإخوان إلى مفتي الجمهورية في قضية أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت أثناء ثورة الثلاثين من يونيو وتحديد جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم على باقي المتهمين ومن بينهم محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان وخيرة الشاطر وعصام العريان وسعد الكتتني والمحالون للمفتي هم محمد عبد العظيم البشلاوي ومصطفى عبد العظيم فهمي وعاطف عبد الجليل محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم وقد واجه المتهمون تهم القتل والشروع فيه وحيازت أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة المسلحة تعمل على تكدير الأمن والسلم العام في أحداث مكتب الإرشاد والتي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة واحد وتسعين آخرين